ايوه اتفضل. تماعيك يا رب. عليكم السلام. اتفضل. اتفضل معاك الدكتور محمد. اتفضل. ازايك اتفضل طيب. طيب. حضرتك كان عندي فيروس وخدت له علاج اللي هو السفال دي اللي انت بغيرون من سنة 2014. يعني اللي بقول لأ سنة 15 قد نخلص والطبع كله انه كده. الحمد لله. ظهر عندي يجي يجي 6 شهور دولي من درجة اولى اصدركة تانية. وبقى اعمل منطقة استكساب لكل 3 شهور. واعملت صنار في رمضان اه ودلالات اورام. الدلالات طلقت كويسة. ما فيش عاجة عنه. انما الصنار فيه بقرة قال لي من 6 ملي في الكابت. ففيه دكاتر ايبني اعمل اشعة مقطعية ودكاتر ايبني لا ما تعملش. يعني دكاتر ايبني لا ده مش هتبان في الاشعة المقطعية لان ده اتقال لي من 6 ملي مش هتبان في الاشعة المقطعية. ودكتور مبارع في معهد الكابت في شبين الكم. قال لي لا دكتور اورام. قال لي لابد ان تعمل الاشعة المقطعية لان عشان يعني اي حاجة تبان نشوف ايه البقرة دي مصدر بتاع. فأرأي حضرتك اه. الامر واضح حضرتك. شكرا جزيلا والف سنة مليك. شكرا. بص حضرتك يا حضرتك طول البقرة 6 ملي. احنا بصفة عامة البقر الاقل من سنتي ما نبقاش قلق منها. ولكن لازم نعمل اشعة مقطعية بالسبغة اللي تحدد لنا طبيعة هذه البقرة. هل هي البقرة دي دي اي تغير للخلايا لحاجة انا اشتبه فيها ان تكون اورام ولا لأ. لم يبانش الا الاشعة مقطعية. صحيح الاشعة المقطعية اللي بستبغى ممكن الحجم ده ممكن ما تعرفش دي بقاوي. فاحنا لو ما عرفناش بالاشعة المقطعية ما فدتناش بنعمل حاجة اسمها رونين مغناطيسي ديناميكي على الكبد. يقدر يفدنا برضو هل البقرة دي دي اي تغير في الخلايا لما هو ورم ولا لأ. ولكن لا يصح ان احنا نعمل هذا من هدوء. يعني لو فرضنا ان حتى عملنا الاشعة المقطعية والاشعة الرانين والاتنين طمنونه ان ما فيش حاجة لازم فترة لا تقل عن لا تزيد عن ثلاث شهور ان احنا نعمل اشعة مقطعية تاني واشعة برانين تاني نطمئن على هذه البقرة على عدمها وعلى خصائصها هل هي خدت خصائص الاورام ولا لأ. حضرتك الواضح من كلام حضرتك ان احنا عندنا نسبة تلايف سوء جارة طالما عندنا دوالف من الريء والدوالي بتعمل لها متابعة والدرجه الاولى والدرجه الثاني درجه بسيطة جدا ا beg درجه بالحادى تحتاج بعض الادوية اللي بتقلّي الضغط الدم جواها ومحتاجysł مطابعة حتى كل ثلاث شهور ده كثير. هو كل سنة كفاية Nós تعمل تعمل الدرجه الاولى والدرجه التانية. المرحلة من الدوالي اللي هي الاولى او التانية مهتم بتابعة كل سنة فقط من نتابيعها علشان لو تطورت او زاد حجمها بنعمل لها حاجة اسمها ربط وقائي لكن البقرة زي ما قلت لحضرتك لازم نهتم بيها جدا ولازم لقيمة كويس جدا بنعمل تحليل اسمه دللات الأورام اللي هو الألفا فيتو بروتين وبنعمل الأشعة المقطعية أو بالسوغة أو الرنين المراطيسي بالسوغة ده كل ثلاث شهور نتطمن ان البقرة دي ما تغيرتش إلى أورام أو ما زادتش حكمها تمام تمام